بما أننا بنتكلم عن الإنجازات وبنتكلم عن منتخبنا الوطني وتدريبه إيه الحلاوة اللي الواحد شافها النهاردة دي أنا جات لي بقى فيديوهات من ستاد مصر ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة شكر كبير هتلينا الصور يا شباب شكر كبير جدا جدا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا قلنا هناك الجمهورية الجديدة اللي زي ما حضراتكم شايفين في كل أنحاء مصر بتتغير وطرق وكباري وكل شيء الحقيقة وكل الأمور ولكن أن ترى إبداع بهذا الشكل تحفة كروية رياضية رائعة منارة للاستادات داخل القرى الأفريقية استاد روعت الروعة أنا مش ببالغ حضرتك اتفرج وبص وشوف هو بالفعل أنا مش عايز أقول استاد على طراز أوروبي لأنه والله الاستاد ده أجمل من حاجات أنا الواحد سافر كتير جدا في أوروبا وأفريقيا طبعا عندما تقارن يجب أن تقارن بأفريقيا أنا أسف بأوروبا لكن هذا الاستاد ساعة 93 ألف متفرج حاجة في منتهى الجمال ومنتهى الروعة بتشكرين جدا يا رئيس على هذا الجمال دي مدينة رياضية كاملة ولكن ده اللي يبين قدامنا دلوقتي حاجة جميلة جدا جدا بتضاف لاستاد القاهرة وكل استادات اللي موجودة في أنحاء مصر كلها استاد على طراز رائع إن شاء الله يكون وش حلو على منتخبنا وتبقى الدنيا ماشية فيه منتخبنا بدأ تدريبه النهاردة في هذا الاستاد مش عايز أقول لحضراتكم ردود الأفعال من اللاعبين عاملة إزاي وردود الأفعال من المسؤولين هناك عاملة إزاي حاجة في منتهى الجمال البنية التحتية اللي محتوطة الكهرباء أرضية الملعب كل حاجة حلو غرف الملابس يعني أنا كنت بتكلم مع الزملاء قبل ما أخش مع حضراتكم في المنتخب اللي بيتمرنوا قبل تمرينهم يعني قالوا لي يا جمال إيه الجمال إيه الحلوة دي حاجة على أعلى طراز إن شاء الله تكون البداية للنهاردة بهذا الاستاد الرائع وافتتاح هذا الاستاد الرائع حاجة بسيطة يعني طبعا ليس افتتاحه لكن الافتتاح إن شاء الله يكون قريبا جدا لكن منتخب مصر إن شاء الله من خلال تواجده في هذا الاستاد يكون بداية الانطلاق أو اعتلاء منتخبنا الوطني لعرش الكرة الإفريقية خلال الفترات القادمة لأنه مهم جدا 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 أنا الحقيقة سعيد جدا جدا بهذا الشكل وهذا الاستاذ مصر مرة تانية انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الكبير ودعمه الكبير والكامل للرياضة في مصر وشكرا طبعا للسيد رئيس الوزراء المهندس الدكتور مصطفى مدبولي وايضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحقيقة كلهم الحقيقة يعني بشكرهم شكري كبير جدا جدا ان احنا نرى استاذ بهذا الشكل وبهذا الأداء انا ما شفتوش يعني الحقيقة ما شفتوش لسه لايف ولكن الفيديوهات اللي جاية والكلام اللي بيتقال لي لأ حاجة فوق الوصف ان شاء الله نروح ونشوف ونفرج حضراتكم ايه الجمال والحلاوة دي يعني من الكلام اللي بيتقال ومن الصور اللي جاية عموما رؤيا نفسه يلعب على مثل هذه الاستاذات كاتفين طبعا استاذ القاهرة يعني سيظل دائما استاذ الرعب واستاذ العظمة وكل حاجة ولكن الوضع هنا مختلف الحقيقة تطوير كبير جدا وواضح جدا زي ما حضراتكم شايفين اشتركوا في القناة